بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفو بما جاءكم من الحق يخوجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء موضاتي تصبون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وردوا لو تكفون لن تنفعكم أو حامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا بؤاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفونا بكم كفونا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفوا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أصوة حسنة لمن كان يوجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّهِ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَحِيمٌ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبووهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسقين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وضاها وعلى إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا توجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهن ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجوهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم شكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأوجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معوف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفوب وحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس القفاء من أصحاب القبور